مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو هل افتدانا المسيح على الصليب وهو الجزء الثاني من الرد على كتاب للدكتور منقذ السقار بنفس العنوان هل افتدانا المسيح على الصليب ولماذا يصدق المسلمون كذبة عدم صلب المسيح ليه بيصدقوا كذبة عدم صلب المسيح لكن قبل ما ادخل في التفاصيل ونتناول ما كتبه الدكتور منقذ السقار حابب اقرى جزء من كلمة الرب يتناسب مع ما نتحدث عنه وهو صليب ربنا يسوع المسيح في رسالة الرسول بوليس الاولى الى اهل كورنثوس وفي الاصحاح الاول وفي الاية 18 يقول الرسول بوليس هذه الكلمات فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لانه مكتوب سأبيت حكمة الحكماء وارفضوا فهم الفهماء اين الحكيم اين الكاتب اين مباحث هذا الظهر لم يجهل الله حكمة هذا العالم لانه ان كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحصن الله ان يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لان اليهود يسألون اية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة واما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله ليبارك لنا رب هذه الكلمات لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وهذا ما نراه فعلا في محاولات الكثيرين بل الكل من من يطلقون على انفسهم يعني دعاة ورجال دين اسلامي وعامة المسلمين انهم يرفضون صليب يسوع المسيح امام امام اية يتيمة لا تقدم ولا تؤخر ذكرها الكرآن فينكرون تاريخ طويل وينكرون حقائق تاريخية وينكرون ايضا شهادات شهود العيان وينكرون تاريخ الكنيسة كله وينكرون ايضا شهادة المؤرخين الوثنيين اليونانيين عن صليب المسيح وينكرون شهادة اليهود ولهذا العنوان هنا لماذا يصدق المسلمون كذبة عدم صلب المسيح في بداية كتابه هل افتدان المسيح على الصليب؟ في بداية كتابه كتابه بيظهر الدكتور منقذ تناقض في كلامه كثير جدا فمرة يقول وأما الرأي الإسلامي كويس فيتلخص في أن المسيح المسيح سوري الرأي المسيح يتلخص في أن الأنجيل تؤكد في أصححات مطولة صلب المسيح ذاكرة الكثير من التفاصيل القبض عليه ومحاكمته وصلبه ثم دفنه ثم قيمته فصعوده يعني ايه كلام ده؟ يعني بيقول أن الرأي المسيحي مبني على على الأنجيل والأنجيل في حد ذاتها بتقدم في أصححات مطولة موضوع صلب المسيح بتكلم عن تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بصلبه بتكلم عن الساعة بتكلم عن المكان بتكلم عن الأشخاص بتكلم عن المحاكمة الأولى بتكلم عن ذهابه إلى هيروديس بتكلم عن رجوعه مرة تانية إلى بيلاتوس بتكلم عن جلده بتكلم عن صلبه بتكلم عن الساعة كام حصل كذا والساعة كام حصل كذا تفاصيل كثيرة جدا جدا بيتكلم عنها الأنجيل متعلقة بصلب الرب يسوع ومحاكمته وصلبه ثم دفنه ثم قيامته فصعوده وبعدين يجي يقول لنا إيه إن الرأي الإسلامي الرأي الإسلامي بقى بيتلخص في أن المسيح عليه السلام لم يصلب الرأي الإسلامي بيتلخص في أن المسيح عليه السلام لم يصلب كما يدعي اليهود والنصارى يعني هو بيعترف أن اليهود يشهدون عن صلب المسيح وكذلك أيضا المسيحيين خلال ستة قرون يشهدون عن صلب المسيح والغريبة بقى يقول لك وقد استند علماؤنا خذوا العبارة دي عشان إيه دي فيها كمية من التناقض الغرعد وقد استند علمائنا استندوا أن الرأي الإسلامي يقول أن المسيح لم يصلب واستند هذا الرأي على إيه استند هذا الرأي المخالف لما أجمعت عليه الأنجيل إيه ده يا عمي ده أنت لسه آيل أن الأنجيل بتؤكد صلب المسيح في أصححات مطولة ذاكرة الكثير من التفاصيل وتيجي هنا تقول أما الرأي الإسلامي فيستند على أن المسيح لم يصلب ويستند هذا الرأي المخالف لما أجمعت عليه الأنجيل لاحظتوا التناقض يقول الأنجيل بتتكلم بأصححات مطولة عن صلب المسيح والرأي الإسلامي المخالف اللي بيقول أن المسيح لم يصلب استند لما أجمعت عليه الأنجيل إنتما لكم الأنجيل أما الأنجيل أساسا مخصصة 40% من مساحتها للكلام عن الإسبوع الأخير لحياة الرب يسوع مخصصة 40% من مضمونها للكلام عن الإسبوع الأخير إسبوع الألام أنت تيجي هنا تقولي أن الرأي الإسلامي مبني على لما أجمعت عليه الأنجيل الأنجيل مين مرة تقول أن الرأي المسيحي أو الإيمان المسيحي مبني على الأنجيل التي تؤكد في أصححات مطولة وترجع بعد كده يقول الرأي الإسلامي المخالف هو بيفكر هنا قال لي نقولك هو بيفكر هنا زي بالزبط أي مسلم الإسلام عنده ماركت ياخد منه اللي عايزه ويسيب اللي عايزه يعني ممكن النهاردة الشيخ يطلع بفتوى بكرة يطلع بفتوى 180 درجة منعقضة لللي قاله قبل كده ماركت أما إحنا ما عندناش ماركت إذا كانت الأنجيل خصصت 40% من مساحتها للكلام عن صلب المسيح بأصححات مطولة وبتفاصيل كثيرة إزاي أنت بقى تبني الفكر الإسلامي المخالف اللي بيقول أن المسيح لم يصلب على ما أجمعت عليه الأنجيل هو ممكن بيكتب مش واخد باله أو مش مركز في اللي بيقوله وبعدين فيه حاجة أخيرة يقول لك إيه بقى حاجة الأخيرة يقول لك إيه ولا تذكر النصوص القرآنية ولا النبوية أي تفاصيل عن كيفية ناجاة المسيح إيه ده؟ يعني لا القرآن ولا النصوص النبوية تذكر لنا أي تفاصيل عن كيفية ناجاة المسيح يعني أنت بتقول إن المسيح قد نجي بآية يتيمة ولا يوجد عندك ما يتحدث عن كيفية ناجاته وهنا بتجد بقى التضارب الإسلامي الشبح وقع على مين؟ ومين هو؟ وإيه اللي حصل؟ وهل فعلاً المسيح نجي ولم ينجى؟ وتناقض رهيب في الأراء الإسلامية بخصوص هذا الأمر أحنا ما عندناش تناقض على فكرة أي حد هي أرى الأنجيل لو جبت الأنجيل الأربعة دي وديتها لأي شخص ما عندوش أي خلفية ما عندوش أي خلفية يقراها وبعد ما أرى أقوله هو المسيح اتسلب ومات؟ ولا لأ يقول لي آه طبعاً ده أنا قريت عن موضوع ده كتير ده الواضح ده الاستنتاج الطبيعي للإراية الطبيعية للأنجيل التي أجمعت في أصححات مطولة وبتفاصيل كثيرة تفاصيل الصلب والموت والدفن والقيامة والزهور نجي إلى نقطة أخرى وهي هو ليه المسلم مصر على تصديق كذبة ليه المسلمين مصرين على تصديق هذه الكذبة أن المسيح لم يصل وليه المسلمين أيضاً بيقاوموا الصليب ليه كمية الكراهية والبغضة لحدث تاريخي ليه التنمر على إيمان المسيحيين بيصل إلى حد التنمر الكرآن نفسه تنمر على إيمان المسيحيين يتكلم عنهم بسوء هنا بقى هنستغرب للأسباب اللي حطاها الدكتور مونكز وهناخد سبب سبب كويس من هذه الأسباب أهمية هو حطاها تحته أهمية إبطال صلب المسيح عند المسلمين يعني حط الجزء ده كويس أهمية إبطال في صفحة أربعة أهمية إبطال صلب يعني لا الأهمية أنه المسلم يبطل لهذا الحادث التاريخي أو ينتقده ويقول عنه أنه مش موجود أول حاجة قالها الدكتور مونكز قال لك احنا مش مش دفاعا عن المسيح أنه لا يقتل لا 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 فالمسلمون يعتقد المسلمون أن الأنبياء كسائر البشر يموتون وقد يكون موتهم قتلة يعني عن طريق القتل ويحكي الكرآن عن بني إسرائيل بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء ولازم يدخل بني إسرائيل عنهم أوحش ناس في الأرض بغير حق وعليه فلا حرج عندنا في موت النبي بأي قتلة قتله بها سفهاء قومه ومجرمهم فالقتل لا يضر النبي المقتول بل هو من استفاه الله له يعني احنا مش بنقول أنه يعني احنا مش ضد أنه المسيح يموت مقتول فياما كثير من الأنبياء قتلوا وإحنا عارفين طبعا تاريخ أيضا العهد القديم والعهد جديد بيقولنا إزاي الناس كانت بتعامل مع رجال الله فهي النقطة مجديا اقول اول حاجة بيوضح يعني أنا مش ضد أن المسيح يموت بأنه يقتل يعني فهذا لا يضر منه ولا يقلل من ما كانته طيب السبب الأول بقى فلماذا ذكر الكرآن نجاة المسيح وأصر خلوا بالكم من العبار ما تقولش أصر في خمسمائة آية ما تقولش أصر بتفاصيل كثيرة ما تقولش إسرائيل القرآن على تكذيب حادث الصلب أتى ببراهين وأدلة عقلية وتاريخية مقنعة للقارئ لا زي ما قلت دي آية يتيمة ذكرها شاهد ما شايف ما شايفش حاجة ده ده بيقدم البرهين المقنعة الكافية المنطقية التاريخية التي يعني تبرهن على صدق ما يقول وهذا لم يفعله القرآن نهائي طب نيجي لسبب الأولاني سبب الأولاني ذكر القرآن نجاة المسيح لمجرد إثبات الحقيقة نعم حقيقة إيه حقيقة إيه اللي انت جاي تقولها بعد ستمائة سنة ومقدمتش أي براهين ولا أدلة مقدمتش حاجة انت جاي وإيدك فاضية وجاي مش ان انت بتثبت حقيقة انت عايز تفرد أمر ما بالقوة هي كده عجبكم عجبكم مش عجبكم مش عجبكم هي كده المسيح لم يصلب طب يا عمي دينا براهين يا عمي دينا أي أدلة طب قل لنا قل لنا طيب إزاي المسيح نجي قل لنا طب رأي راح فين قل لنا مين اللي حصل قل لنا الساعة كام قل لنا كان في أي مكان قل لنا قل لأي قل لأي تفاصيل لا مفيش وهنا يقول لك إثبات الحقيقة انت بتكذب على مين سوري يعني انتو بتكذبوا على مين يعني انتو مصدقين كذبة وعايزين تقنعوا الآخرين بهذه الكذبة على أنها حقيقة إثبات حقيقة طب الحقيقة دي حقيقة تاريخية مش كده يعني فيه براهين تاريخية زي ما هو فيه براهين تاريخية على صلب المسيح فيه براهين أيضا تاريخية لو أنت عايز تنفي صلب المسيح مش ده ده المنطق ولا أنتو ما بتمشوش بالمنطق قال لك لمجرد إثبات الحقيقة فيه سؤال كده يا دكتور منقذ فلسفي بيقول لك إزاي تعرف إن ما تعرفه هو حق How do you know what you know is truth إنه حق بنسميها epistemology أو علم معرفة أو علم الحصول على المعرفة أو علم الوصول إلى المعرفة كويس epistemology هاي حاجة متعلقة بالمعرفة مرتبطة وعلى مدار التاريخ ظهر فلسفة كتير أو يكلمون عن إزاي الإنسان بيعرفه إزاي الإنسان يقدر يعرف ما يعرفه إن كان حق ولا مش حق إلى آخر هذا يعني أنت الإيمان المسيح يبني على حقيقة تاريخية وهو أن المسيح قد مات وقال كويس وعندنا البرهين والأدلة والتاريخ الكنيسة وإلى آخر والنصوص الكتابية إلى آخر هذا الأمر فده بنعتبره حق فما نعرفه ويس أسسي على بعض الأمور المهمة جدا اللي بتأكد لنا إنه ده حق طيب أنت النهاردة جاي بعد 600 سنة من الحدث وتقول لي حقيقة أخرى هذه الحقيقة اللي أنت مصدقها مبنية على أنهي حق مبنية على أنهي براهين البراهين اللي بنيت عليها هذه المعرفة أن المسيح لم يصلب هل القرآن ادالك تفاصيل عدم صلب المسيح هل القرآن ادالك أدلة أن المسيح لم يصلب هل القرآن ادالك يعني ما يكفيك من أو ما يرضي يرضي ويحترم عقلك وفكرك وقدم لك البرهين اللي على أساسها تقبل هذا الحق ولا لا فعلى مدار التاريخ تحط بعض المبادئ كريتيريا كده تحطت مبادئ إزاي الواحد يقدر يعرف أنه ما يعرفه إن كان حق ولا مش حق إن كان صح ولا غلط إن كان اللي أنت بتقوله صح ولا غلط إن كان ادعاء الكرآن بأن المسيح لم يصلب ادعاء حقيقي ولا ادعاء كاذب هو أولا ادعاء كاذب لأنه ما قدمش أي براهين لأنه يعني devil is in details يزا ما بيقوله كده إنه البرهين ال details هي اللي بتكشف كذب الإنسان وللعايز تعرف الإنسان بيكذب ولا دخله في details خليه يقولك details للي بيقوله أولا أول حاجة هل المصدر أو المصادر معروفة من أين قتى القرآن بمصدر أو بالمصادر اللي اعتمد عليها القرآن فأن المسيح لم يصلب nothing عارفيني الدكتور منكس بيعمليه يروح يرجع للنجيل وياخد اللي على مزاجه اللي ما يبدو له على إنه هناك فيه اختلاف بيقولك عليه تناقض يرجع لفين يرجع الأنجيل مع إنه مش مصد الأنجيل الأنجيل اللي تكتبت عشان تكتب عن صلب وموت المسيح بيرجع ليها علشان يثبت إن الآية اللي عنده صح لو أنا أريد أقولك هالك القرآن جابها منين المصادر التي اعتمد عليها القرآن في قوله أن المسيح لم يصلب هتقول لي لا القرآن ما ما اعتمد على مصادر القرآن ده نازل من فوق ما هو نازل من فوق منفعش أنه يتعارض مع الرياليتي واحدة من الحاجات بسميها كوهيرنس يعني يعني بيتماشى ما تقوله لابد أن يكون متماشيا مع الواقع التاريخي يعني ما يجيش ربنا النهاردة ويجي بعتلي حد ويقول لي أن خروج بني إسرائيل من أرض مصر لم يتم ده حتى لو ربنا قال كده يبقى ربنا عنده تناقض وحاشة لله أنه يعمل حاجة ويجي بعد فترة ينسى هو عمل وينزل حاجة عكسها ما نفعش فما يجيش النهاردة تقول لي أنه الحدث دو ربنا هو قال عنه كده أنا النهاردة بتعامل مع القرآن ليس على أنه كتاب الله أنا بتعامل معاه على أنه كتاب معرفة والكتاب المعرفة دو لابد أن يحترم عقل القارئ إذا كان هو كتاب تاريخي يتحدث عن حقائق تاريخية فلابد له أن لا يتعارض مع الحقائق التاريخية التي حدثت من قبل فإيه المصادر اللي اعتمد عليها الكرآن لا شيء المصادر اللي احنا اعتمدنا عليها على أن المسيح قد صلب الأربع نجيم اليهود كتابات أيضا المؤرخين الوثنيين اليونانيين ورمان كتابات أباء الكنيسة كلها تاريخ الكنيسة كل بيأكد الحقيقة من هو الكاتب مين الكاتب وهل تحدث عن هذا الأمر عندنا متى كان تلميذ للرب يسوع وعندنا يحنى تلميذ للرب يسوع ويحنى كان آخر واحد موجود عند الصليب هو مريم العذراء عندنا مرؤوس كتب على لسان بوتروس عندنا كل رسل المسيح ما فيش واحد فيهم نفى أن المسيح قد صلب متى تم نشر هذا الأمر متى كتب بابلش بابلش الأمر ده متى الأمر دون اتحط في كتاب وخرج للعامة بعد الحدث بعشرات السنين لما لما تيجي للقرآن لا تفصيلة والرب يباركك ويعطيك الاستنارة والقلب الواسع للرد على الشيخ منقرث السقار اللي اللي فعلا يعني ما بعرف هالرجل هذا ما ضاج من التقية والأكاذيب يعني الرب يرحمه حقيقة الرب يرحمه ذكرت الآية أنه السليب عند الهالكين جهالة والآية الأخرى اللي تقول الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإلى هذا الدهر هو لما نعمل المناظرة مع الأخ رشيد قال إنه محمد هو المعذي رات يثبته من الكتاب المقدس وإلى هذا الدهر يعني اعترف إنه إلى هذا الدهر اللي هو الشيطان أخي دكتور أشرف إذا هم العلماء المسلمين والرأي الإسلامي حضرتك ذكرت إنه عندهم ماركت وهذه الحقيقة وأيضا عندهم التقية وعندهم إله ماكر يرشون بشوية أعمال والله غفور الرحيم وخلص خلص خلصة القصة المشكلة لأنه ما يعرفون ولا يدركون ولا يؤمنون بقداسة الله إذا محمد نفسه ازدر قداسة الله ولا يدركون معنى الخطية اللي هي التعدي على الله والانفصال عن الله فهذه المشكلة فعندهم الأعمال يعني منخذ السقار عنده آية سلام يوم ملته ويوم أموت ويوم أبعث حيا طيب مات المسيح خبرنا إذا أنت إلهك صادق خلي خبرنا كيف مات كيف قتلوا اليهود بأي صورة لكن الرب يرحبكم أخي دكتور أشرف كنت داءت أتناقش على التلفون مع أخة مثل مع زيدة على قلبي جارة فاضلة يعني ناقصها فقط يسوع وأنا أصلي الخلاص أكثر من الساعة أتناقش معها على الخلاص وكفارت المسيح والصليب فهي ترجع تقلي العلنيات العلنيات تقصد الأعمال الحسنة المهم آخر شي أنه هي وثقت يعني من أنا آخر سؤال سألت وقلت لأنا إذا رح أموت أنا عارفة وين رح أموت لأنه وخلصون على حساب دم المسيح وكفارته على الصليب يا أختي أنت وين راح تروحين قل لك إن شاء الله فهذه المشكلة ما يعرفون ما عندهم خلاص فإحنا نسلي من أجل وبالنهاية قل لك الرب بارك وإن شاء الله تكونين في هذا المكان أحسن مكان قلت لحبيبتي أنا واضخة من هذا المكان لكن أصلي أنه أنت تكونين معاي في هذا المكان في الحياة الأبدية فهذه مشكلتين خدعم إله من الماكر وشوي تعماله نيات وأخذوا الأمور كلها بسهولة للأسف فالرب يرحم الرب يفتح العيون ويفتقد أمين شكرا لك وفتح ريال شكرا لك ورب يباركك فالدكتور منكز أي معرفة أي حاجة تقولها لابد أنها تمتحن لابد أنها الكرآن بيقول حاجة لابد أنك ما تقبلهاش كده لابد أنك تخضعها للاختبار وبالأخص إذا كانت حاجة بتنفي حدث تاريخي طيب نيجي بقى للأسباب الأخرى يبقى السبب الأولاني قال لك أن إثبات الحقيقة يعني يعني كأنه المسيحيين ستمائة سنة بيجذبوا وبيخفوا بيخفوا الحقيقة وجاء الكرآن بقى اللي ما قالش أي حاجة لم يذكر أي شيء جاء لمجرد إثبات الحقيقة بيز طيب إيه بقى الأسباب الثانية التي تدعو المسلم إلى إبطال الصليب قال لك إيه قال لك إدراكهم لخطر هذه العقيدة إيه ده خطر هذه العقيدة خطرها على مين ويعني إيه كلمة خطر يعني هل العقيدة دي خطر للدرجة أنها تدمر الإسلام تدمر العقيدة الإسلامية إنه الإيمان بالصليب أنها قوة الله للخلاص شوفوا إلى أي مدى إبليس على لسان الدكتور مونكس بيحط هذه الكلمات إنه بيقول عن هذه العقيدة أنها عقيدة خطيرة جدا ليه لأنها بتقود الإنسان للخلاص لأنه معها لا نريد شيء آخر ومعها يضمن الإنسان حياة الأبدية ومعها يتصالح الإنسان مع الله هو طبعا لا يكسد خطر هذه العقيدة بمعنى أنها يعني المسيحيين هيلبسوا أحزمة ناسفها ويفجروا أنفسهم في كل مكان فهي ليست عقيدة تفجيرات كما هو في الإسلام ولا عقيدة تدعو إلى ذبح الناس كما هو في الإسلام ولا عقيدة تدعو إلى الجهاد المسلح كما هو في الإسلام ولا عقيدة تدعو إلى نبز الآخر ورفض كما هو في الإسلام لكن أعتقد هي خطيرة آه خطيرة ليه لأنها الوحيدة التي يخلص بها الإنسان ولأنها عكس كل ما يقول القرآن والإسلام فهي من حيث الخطورة آه خطيرة وفيش واحد تواجه أو تقابل مع المسيح إلا وتغير وإبليس لا يريد أن الناس يتغير ولا يريد الدكتور منقز أنه يتغير ولا يريد لأي أحد من المسلمين أن يتغير ويريد أن يهلك الجميع فالعقيدة دي الحدث ده زلزل كل قوة الشيطان وكمان مش بس كده لا وعظيم شأنها عند النصار أي وعظيم شأنها لك الحق أنك تقول العبارة دي لأنها روح الإيمان المسيحي لأن المسيح بموته وقيامته صار لنا حياة وصار لنا خضاص وفداء تصالحنا مع الله من خلال المسيح غفرة خطيانا من خلال عمل المسيح صرنا أبناء لله بقبولنا للمسيح ولعمل الخلاص فيه عظم شأنها بدونها يصير لتجسد المسيح لا معنى والخدمة المسيح الأرض لا معنى لكنها التي أعطت معنى لكل حياة المسيح أنه من أجل هذا لأجل هذا سمي يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وعش كده قدام هذه العقيدة الخطيرة اللي بتهز عرش إبليس ومملكته وأمام هذه العقيدة العظيمة من حيث الشأن ماذا يفعل إبليس وأعوانه يحاول تقويدها تأييدها نفيها الغاءها الطعن في مصدقيتها عشان كده يقول فتقويدها يعني إخواء النصرانية من كل معنى معك حق مية في المية معك حق لو المسيح لم يصلب مبقاش فيه حاجة اسمها إيمان مسيح وكل ما ننادي به زي ما قال الرسول بولوس لأنه القيامة المسيح مبنية أساسا على موت المسيح كنا احنا بقى ما زلنا فيه خطايا وبعدين بقى يجب لنا ايه العلامة دي دات المرجع الرسمي أكبر الكذبين والنصبين والمخادعين على مدار التاريخ العلامة دي دات كفايا أن النصرانية لا تستطيع أن تقدم للناس أي فضيلة بالزمة أنت والعلامة دي دات أكبر كذبين لأنه لأنه كل الفضائل اللي موجودة مؤسسة أساسا على الكتاب المعدس من الهب اللي يعني سوري المسيحية لا تستطيع أن تقدم الناس أي فضيلة ده أنت شخصيا لو مرت ومعاك فلوس ما بتعودش تتعالج في السعودية بتروح لألمانيا ولا بتروح إلى أوروبا عشان تتعالج ليه لأنه عارف أن الدكتور هناك أو النيرس اللي هناك مش بس أن هم شاطرين لا ده كمان أماناء هتيجي تقول لي أنه لا يقدم أي فضيلة تبروح عندي داع سوري طالبان ورينا الفضائل اللي هيقدمها لنا طالبان الذين يسعونا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ورينا لما يطبقوا الشريعة الإسلامية الفضائل اللي هتخر وتم لأرض طالب أفغانستان الفضائل ولك بقى الفضائل أنها لا تستطيع أن تقدم للناس أي فضيلة المسيحية لا تستطيع أن تقدم للناس أي فضيلة دلول المسيحية ما كانش يبقى فيه المستشفيات ولول المسيحية ما كانش يبقى فيه ملاجئ ولول المسيحية ما كانش يبقى فيه حتى صليب الأحمر اللي أنتوا حاولتوا تقلدوه وعملتوا الهلال الأحمر ما عرفش إزاي يبقى الهلال الأحمر أوكي سوى ما تزعمه من الخلاص بدام المسيح آه إحنا بالنادي بالخلاص بدام المسيح لكن المسيحية تقدم للإنسان الفضائل التي تجعل منه إنسانا قل لي كده قل لي ماذا علم رسول الإسلام هل علم بمحبة الأعداء هل قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسئون عليكم هل علم بأن من دنظر إلى إمرأة ليشتهيها في قلبه فقد زن بها هل علم بأن لما تصلي أو تصوم أنك تدخل إلى مخدعك ويكون ده أمر بينك وبين إلهك هل علمك أنك تعطي مش بس تمشي ميل لكن تمشي ميلين هل علمك العطاء هل علمك قبول الآخر ما إحنا الكلام سهل وإنت هنا بتنادي بحاجة كل الناس عرفاها إنها كذبة كل الناس عرفاها أناك ولو خيرت النهاردة بصدق وبأمانة لو خيرت العالم العربي المسلمين اللي عايشين في العالم العربي بأنهم يعيشوا يستمروا في العالم العربي ولا تجي لهم فرص يهاجروا فيها الأوروبا والأمريكا والأستراليا لها جرى معظم المسلمين بلاد المسلمين بس بعدين يقول لك يا حاجة مضحكة بقى فهي مثلا بيكلم عن المسيحية المسيحية الفضائل بقى اللي إيه المسيحية التي خوية من الفضائل مسيحية خوية من الفضائل فهي مثلا لا تستطيع أن تقدم لنا نحن المسلمين الكرم أو النظافة الله يخليكم يعني ينوقف ضحك لأن اللي بيقوله الدكتور منقص ده حقيقي هو بيكلم جد ده دي مش نقطة دي مش نقطة هذا الكرم ظهر بسخاء لما الإخوة السوريين اتشردوا وتشتتوا وبدأوا يهجروا بيوتهم وبلاد الإسلامية فتحت أبوابها السعودية عندها أراضي كتير وعندها خية مكيفة فتحت أبوابها لاستقبال الإخوة المسلمين يعيشوا فيها كرم ما بعده كرم حتى مع المسلمين وعش كده أول ما بتحصل كارثة في العالم تلاقي أكتر ناس متبرعة هي المسلمين لو حصلت كارثة في كوالا لنبور تلاقي الطائرات اللي خرجة من البلاد المسلمة محملة بالمعونة ومحملة بالمساعدات هي الخرجة من بلاد المسلمين تحكوا طبعا كرم والنظافة ما صلو المسيحيين لهم رائحة وعشين مش نضاف بالزمة مش مكسوف من نفسك أتمنى أنك تكون مكسوف من نفسك وإنت بتكتب الكلام ده أتمنى أنك تتكسف من نفسك وتراجع نفسك وتشيل الكلام دوا وتلغي عيب عليك رجل مثلك ويكسب عيب عليك رجل مثلك ويقول حاجات زي كده فإذا ما بطل صلب المسيح لم يبقى للنصرانية مبرر للعودة للدعوة والوجود طبعا مسيحية مؤسسة على صلب المسيح كويس طيب ناخد مدخلة الأخ عمر من الكويت ألو أهلا أهلا وسهلا بيك حضرتك الأستاذ اللي كتب الكلام ده لا يفقى شيء عن المسيحية ده دكتور منقذ سقار ازاي تقول الكلام ده سيد الفاضل الناس دي لم يقرأوا الكتاب المقدس ده ده يعتبر أكبر داعية مقارنة أديان في العالم العربي دلوقت سيد الفاضل هؤلاء إن قرأوا الكتاب المقدس فسوف يقرأونه فقط بس عشان إرضان لغرورهم أو كده وهيقرأوا هو مقتنع من داخله مية بالمية إن هو مش هيقنع بي ده صح أتفق معك في النقطة دي ده ده أول نقطة تاني نقطة إنت لو سألت من هو شخص المسيح هو ما يعرفش فإنت دلوقتي الإسلام ما طلبش منك تغلط في أي دين النبي محمد لما جه كان عايش مع يهود وكان عايش مع مسيحيين وكان عايش مع ناس بيعبدوا أوسان تمام لما بدأ بدعوته أنا معك سامعك تفضل النبي محمد النبي محمد ما طلبش من حد إن هو يغلط في أي دين النبي محمد صواء جات له رسالته عن طريق سيدنا جبريل أو زي ما ناس بتقول ما كانش فيه رسالة أساسا وإني دي كان من من وحي خياله أو أنا بقول أنا بتكلم بكل حياتي أنا طبعا أنا مبسوط من اللي أنت بتقول تكمل فالنبي محمد ما تكلمش لم يرى المسيح والنبي محمد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب تمام ف أنا عايزة فهم الناس دي بيجيبوا الكلام ده عن المسيح وعن المسيحية منين النبي محمد كان كل همه إن هو ينشر الإسلام ده ده الطبيعي إن هو نبي وربنا أرسله وينشر الإسلام وهنسلم إن كان فيه إن عيسى ده ليس إله وكان فيه نبي اسمه عيسى وجاء بالمسيحية فأنت ليه بتغلط في المسيحية ده أنت المفروض الاختلاف اللي بينك وبين المسيحية إن إن ده إله وإن ده نبي ناس بتقول ده إله وناس بتقول ده نبي فأنت المفروض تفضل عايش طول حياتك سوري يعني حطت رأسك في الأرض وما ترفعش عينك في السيد المسيح لغاية لما تموت وتعرف أنت على حق ولا على باطل أنا مشكلتي مش مع الدكتور منقز دكتور منقز لما بيكتب كلام زي ده سيد الفاضل في ملايين بيسمعوا منه ويمشي وراء زي الخطيع بس هي المشكلة مش في الدكتور منقز بنى بنى إيمانه على نص قرآني أنا مشكلتي مع نص القرآني النص القرآني اللي بينفي وما هو نص القرآني ودي بعد المسيح بستمائة سنة يعني 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 زي ما أنت قلت لم يكن معاصر للمسيح لم يكن شاهدا للمسيح لم يعني الفارق الزمني كبير جدا زي زي أجي النهاردة أنا وأنفي مثلا حقيقة تاريخية من ستمائة سنة مسبتة في كل الكتب والمراجع وأجي أقول لا أصل دي ما حصلتش طب ديني برهان أقول لك لا ما عنديش برهان بس أنا بقول لك ما حصلتش صحيح صح أنت تقول علي ايه في الوقت دوان أنا عندي سؤال حضرتك بس سؤال واحد بس العالم فيه أكتر من هل أنا كنت قريت أن العالم فيه أكتر من سبع تمن ديانات فيهم ناس بملايين ليه الشيوخ الإسلام دول حطيني المسيحية في دماغهم بس ليه ما فيش حد بيطلع يتكلم عن الصابقة ليه ما فيش حد بيطلع يتكلم عن اللي بيقبضوا النار ليه ما حدش بيتكلم عن اللي بيكسروا مساجد في الهند ليه حطيني السادة المسيحية وهي شهم مع أن السادة المسيحية بالنسبة لنا كمسلمين ده نبي ده نبي مهما كان الناس اختلفت عليه ليه انتوا ليه بتتأزوا فيه هقول لك أنا هقول لك ليه أخوان ليه ما تتكلمش عن اللي بيقبضوا البقر ليه ليه في دماغ هو المسيحي ليه المصر المسيحي بتعبان طول حياته وعايش مكبوط وانتوا أنا بصراحة أنا لا أنا ما بخافش إلا من ربنا أنا أؤكد لك يا سيد الفاضل أن في أن الأخوة المسيحيين عايشين تعبانين في مصر مهما كانوا مهما قالوا محدش قالت كلمة دي إلا الله يمجد روح الله يلحمه زي ما أنتوا بتقوله البابا شنوية الثالث لما تسأل الرجل ده ما بيقولش إلا الحق لما تسأل وقالوله إمتى مصر هترجع تبقى زي زمان قال له زي زمان إيه قال له زي زمان لما كان المسلم زي المسيحي قال له الرجل ما بخافش قال له المسلم زي المسيحي من إمتى يا سيد الفاضل المسلم كان زي المسيحي من إمتى ما تنسيته المعظف ينقل الجبل وقال من مكان إلى مكان يا غبي ده ده كان مكتوب في كتاب الإنجيلي اللي هو أنت مؤمن بي أساسا ليه أنت بتقول راح برضو ألهقت المسيحين كلهم أو شيء كذلك واجتمعوا القصوصة كلهم وقاعدوا يصلوا واتنقل الجبل وطبعا ده اتنقل شال من من التاريخ طبعا دولاه أعرف أخو عمر علشان بس أنا عندي كمان الوقت بعد أنا أقول لك ليه الإسلام يعني بيهاجم المسيحية سيدي الناس اللي بتقبط بالملايين دي اللي بيجوا يسافروا يعملوا نوة ياخدوا عربية همر وهم رواحين وعندوا قصر وعندوا أربع ستات بينمعهم سوريا أنا أسأل كلمة عندوا أربع ستات في البيت والمسلمين مش لقين يكلوا أمراء وملوك وعايشين وبنصلي وبنروح الجامعة ونصلي وهو عارف أن فيه على بعد خمسين متر من القصر بتاعه وفيه واحد عايش مع عائلته ما فيش باشتاء يأكل عندك أنا بصلي أنا بشكرك أولاً لو أنت هتجيب شخص محايد يبصوا للموقف هيقولك لا دول مسلمين ولا فيه إسلام الإسلام انتهى من أعام النبي أنا أولاً عايز أشكرك على مدخلتك وعايز أشكرك على جراءتك وعايز أقولك أنه يعني أنت شكلك بتفكر وبتدرس الأمور ويمكن طبعاً لازم أفكر مش أنا أعايش أنا أقول لحرك على موقف بس أنا محروق منه طول حياتي لأن أنا كنت بلعب في نادي رياضي في ميوم وكان في طفل مسيحي بس عشان شافه في إيده الصليب لقيت واحد شخص راح كبير راح يقول له تعال أما نقشك تعالف رد الولد كان إيه؟ رد الولد قال له يا عمو أنا صغير يا عمو ما عنديش معلومات أما نقشك فيها يا عمو فأنت أفهم معنى ده إيه يا فندم معنى ده إن الناس دي طيبين وغلبهم حتى بيقولوا لأطفالهم الصغيرين تجنبونا إحنا ليه بنعمل كده إحنا متنمرين ليه ومن المتعترفش ليه بنخش الجامعة نقول لا فرق بين عربيهم ولا أعجميهم إلا بالتقوى إحنا كلنا سواسية بعد ما نطلع من الجامعة لو واحد ماشي في الشارع راح تواحش هنتريع عليه لو واحد أسود هنتريع عليه لو واحد زبال مش هنبدأ نوقف من جنبه ده بيوريك كمية النفاق اللي موجودة في التدين نفاق ورياء فضيعة أنا بصلي أنا بصلي أنه يعني ربنا يدي لك فرصة وتقرأ الكتير المؤدس كمان وتعرف على اللي قاله المسيح والحياة المسيح وأنا يعني من كلامك أقدر أقول أن أنت أنت في مرحلة بحث أنا منا أقول آخر حاجة بس أختم بها الكلام كلنا كمسلمين لن ندخل الجنة بسبب ما نفعله في المسيحين إذا كنا نعرف على حق أنا أتمنى كمان أن أنت تعرف المسيح لأن معرفة المسيح حياة يعني أنت عندك أوعدك إن شاء الله أنا ما عنديش فيه مشكلة أنا نعرف أي حاجة ربنا مش عايز حد يتولد مسلم ربنا مش عايز حد يتولد مسلم يبقى مسلم عشان أمه وأبوه مسلمين بس أنت هتقبل وتقوله إيه إيه فرقك عنه زي عنه واحد ما اسمعش عن الإسلام والطولة في دولة مسيحية لجيك كده يعني أشجعك لازم تعرف ده وده لازم تعرف اللي بيعبد الدول ده بيعبدها ليه وتعرف ربنا بقلبك وعقلك اسأله كده يا رب أنا عايز أعرفك وأنا بصلي أنه الرب يفتح قلبك أكتر وتعرف شخص المسيح وتتعلم من المسيح وإيه الحياة المسيح ولماذا جاء المسيح وإيه اللي علمه ولماذا أحب الناس إلى هذه الدرجة شكراً لك يا أخو عمر وأنا عايز رحب ما فيش دين يا فندم ما فيش دين يا فندم بيؤمر بإنك تعادي حد ولو كان في دين كده يبقى دين باطل صدقني الإسلام بيؤمر بكده للأسف 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 أنا مش عايز أكون ضدك أنا بس كنت عايز أقولي النقطة اللي أنا بوضحها شكراً لك وحضرتك ليك كل الأكبر أنا أخد رقمك وأتواصل معك لو ما عندك شباني شكراً يا فندم طيب شكراً لك لا تحتمت شكراً لك معصف معصف فده ده الأسباب اللي بيحطها إيه بقى الدكتور مونكز إنه دكتور مونكز يقول لك إنه العقيدة دي خطيرة العقيدة دي عظيمة العقيدة دي بتخلي المسيحية ما فيهاش أي حاجة والمسيحية أساساً ما فيهاش أي فضايل لو شلت الصليب منها لعندهم كرم ولعندهم نظافة يعني أعتقد الدكتور مونكز يعني أسكى يعني من إنه يقول الكلام ده وأنا بصلي لدكتور مونكز ربني يفتح قلبه أكتر وأكتر إنه يعرف المسيح كشخص وإنه يقول لما يكتب يتكلم عن الحق وليس الكزب وبعدين فيه حاجة أخيرة وفيه الأثار العقيدية لفكر الصلب ده سبب آخر ما يجعلها هدف ينبغي التركيز عليه ومن هذه الأثار الاضطرابات في نظرة المسيحية لله المسيحي عنده اضطرابات نفسية في نظرته لله أنا عايز أقول لك عمرنا ما عندنا اضطرابات في نظرتنا للإله عمرنا ده بالعكس ده احنا عرفنا إلى أي مدى ربنا بيحبنا لما عرفنا المسيح بنعرف إلى أي مدى ربنا بيحب الإنسان لما قربنا المسيح بنعرف إلى أي مدى إحنا غاليين على قلبه لما شفنا حياة المسيح ما عندناش أبدا اضطرابات نفسية ولا اضطرابات في نظرتنا الإله ولا عندنا إله متجهز لنا السماء وشغال فيها قواد للأسف متجهز لنا نساء وخمر وأكل وشرب مجرد بس إحنا نعود عند الأنهار دي ومتكئين وما نشتهيه من جنس ومن أكل ومن أمور العالم ربنا مجرد بس إنت عايزي أنا هجيبه لك شغال يخدمنا إحنا عندنا أمور أسماء وأرقى وأعظم من كده ولا عندنا إله بيأمرنا إن إحنا نقتل الآخرين ولا إله بيأمرنا نغبض نبغض الآخرين ونكرههم ولا عندنا إله بيشجعنا على إن إحنا نبقى مفجرين لنا أنفسنا ونقتل الأبرياء ولا عندنا إله بيقول لنا اكرهوا الناس ولا عندنا إله بيدفعنا لفعل الإساءة للآخرين عندنا إله بيحبنا ولأنه بيحبنا مات من أجلنا ولأنه مات من أجلنا فحياتنا لابد أن تكون أيضاً عطاء وبزل ومحبة للآخرين ده إلهنا اللي إحنا بنعرفه هنكمل مع بعض نقضنا لكتاب الدكتور منكس في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم